بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن عفى وأصلح فأجره على الله حركة الإنسان ينبغي أن تكون من منطلق عقلي لا من منطلق عاطفي وإذا كانت هناك عاطفة في الإنسان يجب أن تكون هذه العاطفة محكومة بحكم العقل الله عز وجل خلق الإنسان وخلق في هذا الإنسان جميع ما يحتاجه وحباه بقدرات وبأمور إذا أحسن الاستفادة منها كانت فيه سعادته وإذا أساء الاستفادة منها كان في ذلك شقاؤه الله عز وجل كما أنه جعل الأرض ذلولا وخلق فيها جميع ما يحتاجه ما يحتاجه الإنسان ولكن هذا الإنسان إذا أساء الاستفادة من هذه الأرض تحول الأمر إلى وبال عليه بسوء فعله وبسوء اختياره كذلك فيما حباه الله عز وجل من قدرات وطاقات وأعضاء إذا الإنسان استفاد منها بشكل صحيح كان في ذلك سعادته وإلا كان فيها شقاؤه العاقل العاطفة الله عز وجل جعل العاطفة في كل إنسان وجعل العقل كذلك في الإنسان ولكن في نفس الوقت قال للإنسان بلسان رسول الله والأم عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله بأن يحكم العقل في كل أموره ويجعل العاطفة محكومة بالعقل لا أن يلغي العاطفة كاملا وهذا غلط وغير صحيح أن يلغي الإنسان العاطفة بشكل نهائي هذه قدرة وهذه صفة أعطاها الله عز وجل للإنسان ينبغي عليه أن يستفيد منها بشكل صحيح ولكن يتصرف فيها بحكم العقل يعني مثلا الإنسان المصاب هذا الإنسان المصاب بعزيز أو قريب هذا الإنسان العاطفة تتحرك فيه ويشعر بالحزن هذا الحزن إذا ظهر بشكل دمعة فهذا محبوب وجيد وحتى في علم النفس الحديث يقال أن بكاء المفجوع هذا تنفيس عن الفاجعة وعن الحزن الذي ابتلي به ولذا لأنه محبوب نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما ابتلي بفقد ولده إبراهيم عليه السلام كان يبكي ويقول القلب يحترق والدمعة تجري ولكن بعض الناس هذه الحالة العاطفية تطغى فيه فيتحول مثلا في المصاب إلى جزع وهذا الجزع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل هذا معناه أن العاطفة تتحكم على عقله في حين أن الصحيح هو العكس أن يتحكم العقل في العاطفة ولذا في قصة إبراهيم الرسول يقول القلب يحترق والدمعة تجري ولا نقول ما يسخط الرب يعني هذه الحالة العاطفية وهذا الحزن الذي ابتلينا به لا يسبب أن نفقد عقلنا وأن نفقد فكرنا وأن نقول كلمات تسقط تسقط الله عز وجل فينبغي على الإنسان أن يستفيد من العاطفة ولكنه يجعلها في موقعها الصحيح بأن تكون محكومة بالعقل بعد هذه المقدمة المختصرة والمقتضبة نقول أن الله عز وجل حبب العفو الإنسان يعفو عمن ظلمه الإنسان قد يواجه بظلم من شخص طبعا الإنسان إذا ووجه بظلم تتحرك فيه حالة الانتقام يريد أن ينتقم لنفسه وأن يدفع هذا الظلم عنه بإيذاء الطرف الظالم طبعا أيضا الانتقام أو حالة الانتقام هذه حالة يجب أن تكون في مجراها الصحيح بعض الناس حينما يظلم ويريد الانتقام ينتقم بشكل عشوائي أو بشكل هو أكبر من عقوبة الجريمة الله عز وجل في القرآن يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني إذا أراد أن يبطش بالغير يبطش بطشة الجبارين يقال أن أحد الرؤساء في إحدى الدول الإسلامية كان جنديا فأحد الجنود صفعه ظلما وبعد سنوات طوال حينما هذا الجندي المصفوع وصل إلى الرئاسة فأول عمل عمله أمر بأن يجد صاحبه الجندي الذي صفعه تلك الصفعة ظلما وأمر بإعدامه يعني مقابل الصفعة كان الانتقام انتقام بالإعدام وهذه بطشة الجبارين هذه الحالة الانتقامية الله عز وجل يريد من الإنسان أن يؤطرها بإطارها الصحيح أن لا يكون هناك عقوبة أكثر من الجريمة أن تكون الجريمة أن تكون العقوبة مساوقة ومساوية للجريمة ولكن في نفس الوقت أو في الوقت نفسه الله عز وجل يقول للإنسان ولو أن من حقك أن تنتقم بأن تكون العقوبة بمقدار الجريمة وضمن الموازين الصحيحة ولكن إذا عفوت فهذا أفضل لك وأفضل للمجتمع وأفضل لدنياك وأفضل لآخرتك فلذا كان العفو في الإسلام محبوبا إذا شخص ظلمك أن تعفو عنه هذا أمر محبوب نعم لا يحق للإنسان أن يتنازل عن حقوق المسلمين هذا لا يعتبر عفوا ولكن أن يتنازل عن حقوقه أو أن يعفو حسب الموازين الشرعية ولو لم تكن من حقوقه ولكن حسب الموازين الشرعية يعفو هذا الأمر من الصفات المحبوبة عند الله عز وجل والله عز وجل يقول للإنسان ألا تحبون أن يعفو الله عنكم يعني نحن نحب إذا ارتكبنا ذنبا أن يعفو الله عز وجل عن هذا الذنب وهذا الشيء نريده وكل واحد مننا إذا ارتكب ذنبا واستغفر الله عز وجل يحب أن يغفر الله عز وجل له هذا الذنب الله عز وجل يقول له كما تحب أن يعفو الله عن ذنبك أنت أيضا أعفو عن الآخرين ومن نتائج عفوك عن الآخرين أن الله عز وجل يعفو عنك جرائمك هذا العفو بصالح الشخص الذي يعفو وبصالح المجتمع ويحول المجتمع إلى مجتمع سليم لأن الانتقام حتى إذا كان مشروعا وحتى إذا كان عقابا يساوق الجريمة فإنه له مضاعفات سلبية صحيح لأهميته الله عز وجل أجاز ذلك ولكن لا يمكن إغضاء الطرف عن آثاره السلبية يعني إذا الشخص مثلا قتل شخصا ولي الدم يجوز له أن يقتص من هذا القاتل وهذا حق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولكن إذا يعفو أقرب إلى التقو لماذا؟ لأنه بقتل القاتل وخاصة إذا كان القاتل متندما ويريد إصلاح ما أفسده لا يرجع المقتول إلى الحياة المظلوم وإنما نضاعف المشكلة لعل هذا القاتل له عائلة له أطفال صغار بقتله صحيح نال عقابه العادل ولكن هناك سلبيات تتوجه إلى المجتمع جراء قتل القاتل فلذا كان العفو أقرب إلى التقوى لأن الله عز وجل يريد إصلاح المجتمع صحيح من إصلاح المجتمع تشريع القصاص مثلا ولكن في نفس الوقت إذا كان هناك ندم حقيقي من القاتل عفوه أفضل من الاقتصاص تلافيا للسلبيات ووصولا إلى الدرجات العالية للشخص الذي يعفو ولذا نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما دخل مكة مثلا كان يمكنه الاقتصاص من المشركين وخاصة القتل منهم ولكن مع ذلك حكم العقل وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وحتى كم واحد منهم لا يعدون أصابع اليدين حوالي ثمانية أو سبعة هؤلاء اللي عظم جريمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله أهدر دمهم وأعلن أنه أقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين على أستار الكعبة وأحدهم وحشيقات الحمزة لأن عمله لم يكن قتلا فقط وإنما تمثيل بجثة حمزة يعني بحيث أن عمله كان شنيعا بمعنى الكلمة ولكن مع ذلك حينما وحشي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله معتذرا ومظهرا الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عنه وكذلك سائر المشركين حينما أعلن اذهبوا فأنتم الطلقاء بل وأعطى بعضهم ميزة مثلا أعطى لأبي صفيان ميزة حيث قال من دخل دار أبي صفيان فهو آمن مع أن أبا صفيان قاد عدة حروب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن رسول الله كان يتمكن من قتلهم شرعا كان يجوز له ذلك وكان يتمكن من الانتقام منهم ولكن ضرر قتلهم كان أكثر من ضرر إبقائهم أحياء على المجتمع الإسلامي وعلى دين الإسلام يعني إذا بعض هؤلاء أسلموا نفاقا ولم يسلموا حقيقة وأحقادهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله بقيت كما كانت عليه ولكن بالعفو عنهم بقيت تلك الأحقاد في درجتها ولكن إذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقتلهم كانت الأحقاد في ذويهم وفي أقربائهم وفي من يلوذ بهم تشتد أكثر على رسول الله وعلى الإسلام فكان الضرر الذي يتوجه على الإسلام من قتل هؤلاء أكثر من الضرر الذي توجه إلى الإسلام من بقاء هؤلاء في المجتمع كذلك المجتمع الذي يسوده العافو تجد هذا المجتمع مجتمع سليم يتجاوز السلبيات بسهولة ولا تتكرس هذه السلبيات في المجتمع بالانتقام حتى إذا كان مشروعاً فيكون العافو أقرب إلى التقوى في آية أخرى الله عز وجل يقول وليعفو وليصفحو ليس العافو وحده فقط وإنما العافو بحاجة إلى صفح يعني يمكن إنسان يعفو عن إنسان آخر ولا يعاقبه العقاب الذي يستحقه يستحقه ولكن في نفس الوقت دائماً يظهر انزعاجة من الفعل الذي فعله هذا الظالم الذي عفي عنه يكرر أن فلان ظلمنا مثلاً ونحن عفونا عنه في مجالسه مثلاً حينما يراه يعرض عنه لا يعير له أي أهمية في لسانه يدور هذا الأمر هذه الحالة صحيح أنه عفى والعفو كان فضيلة ولكن عدم الصفح وعدم تناسي تلك الجريمة أيضاً تسبب زيادة الضغاء ينبغي على الإنسان مضافاً إلى العفو أن يصفح أن يتناسى يعني لا كأنما كانت هناك هذه الجريمة كما أن الله عز وجل بالنسبة إلى المذنبين حينما يستغفرون الله ويتوبون توبة نصوحة وتوبة حقيقية الله عز وجل يجعلهم كيوم ولدتهم أمهم وفي يوم القيامة لا يذكرهم بتلك الذنوب التي ارتكبوها وتابوا منها بل الله عز وجل كما في بعض الأحاديث الملائكة الذين يكتبون ذنوب العباد إذا استغفر العبد الله عز وجل يأمره بمحو ذلك الذنب من الكتاب وحينما يؤتى كتابه هذا الإنسان في يوم القيامة لا يوجد لا يوجد في ذلك الكتاب الذنوب التي استغفر الله عز وجل وتاب منها توبة حقيقية فالعافو يجب أن يكون قرينا بالصفح وتناسي تلك الجريمة التي عفى الإنسان عنها حتى الإنسان يتجاوز هذه الحالة ويساعد المجرم على الإنخراط في المجتمع الصالح ولذا نحن نجد بعض الناس كانوا يرتكبون جرائم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم حينما يسلم ويحسن إسلامه إذا واحد كان يذكر ذلك الشخص بالجرائم والذنوب التي ارتكبها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يقبل الرسول صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأنه كان يريد محو آثار تلك الأعمال السيئة ومحو آثار تلك الأعمال السيئة الصفح وتناسي تلك الجريمة فعلى الإنسان في تعامله اليومي مع عائلته مع أقربائه مع أصدقائه مع مجتمعه أن يتحلى بصفة العافو والصفح وأن لا يذكر الذي فعله كذا وكذا بأفعاله بعكس مجتمعنا الآن يعني كثير من الناس حينما شخص كان يعمل محرما من المحرمات مثلا وهذا المحرم ليس في حق أحد كان من حقوق الله عز وجل حينما هذا الشخص يتوب إلى الله عز وجل توبة حقيقية ويصبح إنسانا متدينا الله يغفر له ولكن المجتمع لا يغفر له ودائما يذكرونه بذلك العمل الذي فعله في حين أن الله عز وجل لا يحبذ هذه الحالة هو يغفر الذنب وأنا الذنب لم يكن في حقي كان في حق الله عز وجل والله قد غفر له بتوبته الحقيقية فلماذا الشيء الذي غفر له الله عز وجل أنا أحاول أن دائما أستخف بهذا المؤمن بذلك العمل ولأن العافو عمل صعب والإنسان طبيعة وغريزة الانتقام فيه قوية فالله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يعني هذا العمل لا يمكن لإنسان أن يؤجر هذا الإنسان العافي وإنما أجره على الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعفو عن من ظلمنا وأن يتقبل أعمالنا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر